اشتركوا في القناة وفي اهم مصادر علماء الشيعة واعلام الشيعة بروايات هذه الاعزاء اللي يتابعون يعلمون بروايات صحيحة صريحة مجمع عليها هناك تهديد بحرق ماذا بحرق بيت الزهراء سلام الله اعيدها مولانا روايات صريحة ما بها مجال ماذا ولهذا حتى علماء هم ما استطاعوا ان يؤولوها ما استطاعوا ان ينكروا ماذا مسألة التهديد بحرق ماذا بيت سيدة نساء العالم المصنف اعزائي لابن ابي شيبة هذا الكتاب اعزائي هذا هذا الكتاب تاريخ ولادة المؤلف سنة مية وتسعة وخمسين من الهجرة يعني في زمن الامام الكاظم عايش هذا فالكتاب يعد ماذا من اهم اقدم من البخاري كلهم اقدم كلهم اقدم منهم حتى اقدم من مسند كلهم اقدم منهم المصنف لابن ابي شيبة العبسي الكوفي المتوفى متولد تسعة وخمسين ومتوفى ميتين وخمسة وثلاثين من الهجرة هاي الرواية اعزائي في المجلد العشرين رقم الرواية اعزائي وهي رواية صحيحة معتبرة من حيث السند الرواية ثمانية وثلاثين الف ومائتين الرواية حين بوي علي ابي بكر بعد رسول الله كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله فيشاورونها ويرتجعون في امرهم يعني يراجعونها في امرهم فلما بلغ ذلك عمر خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله والله ما من الخلق احد احب الينا من ابيك وما من احد احب الينا بعد ابيك منك وايم الله يعني شنو يعني قسم وايم الله ما ذاك بمانعي ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امر بهم ان يحرق عليهم البيت يقسم انه ماذا هذا مو بيت مولانا ما ادري في سفح الجبل لا بيت من ها بيت فاطمة قال فلما خرج عمر جاءوها من الزبير المعارضة فقالت تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لان عدتم ليحرقن عليكم ماذا البيت وايم الله ليمضين لما حلف عليه زهراء تقسم تقول القسم ماله يحنث او لا يحنث عمر لا 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 يمضي لما حلف له يعني يحرقوا ماذا ولهذا السنة نانا واقعا لا يستطيعون ان يفعلوا الرواية ولهذا فقط يتخلصون منها ماذا يقولون يقولون ما قال لها لأحرق عليك بيتك لأحرق عليهم البيت وكأنها بيتها وذاك البيت بيتان هو بيت فاطمة هذا هذا مخرج مننا انظر اليهم هذه اجوبتهم كبار علماء محايرين في هذه الرواية في السند ما يجدون نقشون يقولون ماذا قال ان يحرق عليهم البيت ليحرقن عليكم مو ليحرقن ماذا علي يقولون اذا ما كان تهديد المن هذا المورد الاول اعزائي المورد الثاني اعزائي تاريخ ابي الفداء المسمى المختصر في اخبار البشر الجزء اعزائي الاول في ذكر اخبار ابي بكر وخلافته سنة 11 من الهجرة الرواية ثم ان ابا بكر بعث عمر بن الخطاب الى علي ومن معه يعني من يعني المعارضة الذين كانوا اين في بيت علي ليخرجهم من بيت فاطمة وقال ان ابوا عليك فقاتلهم فاقبل عمر بشيء من نار على ان يضرم الدار فلاقيته فاطمة وقالت الى اين يا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا قال نعم او تدخل فيما دخل فيه الامة اذا المضمون نفس ماذا نفس المضمون الذي قراناه فيه مصنف من ابي شيبة المعجم الكبير للطبراني الجزء الاول صفحة 54 الرواية رقم 43 الرواية يقول دخلت عبد الرحمن بن عوف دخلت على ابي طبعا في الحاشية يقول وهو ضعيف الرواية حتى بكرا لانه اطمئنوا فضائيات السنة والوهابية يقولون انظروا سيد الحيدر يستند الى روايات شنو ضعيفة حتى نأخذ هذا السلاح من ايديهم انا دا اقول ضعيفة لا يقول لواحد ضعيفة ولكنها مضمونها وين موجود في الروايات الصحيحة اللي قرأناها قبل ذلك فالرواية ماذا صحيحة يعني معتبرة من حيث المضمون لا من حيث السند الرواية عن عبد الرحمن بن عوف قال دخلت عبد الرحمن عن ابيه دخلت على ابي بكر اعوده في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه وسألته كيف اصبحت فاستوى جالسا فقلت فقلت اصبحت بحمد الله بارئا عبد الرحمن بن عوف دا يقول له ماذا الحمد لله صحتك شنو زينة فقال اما اني على ما ترى وجع لا بعد جنو مريض وجعلتم لي شغلا مع وجعي هل سأنا هم مريض هم بتعبيرنا مولانا ما فتفكون عني يا اخو مولانا و جعلتم و جعلتم لي شغلا مع وجعي جعلت لكم عهدا من بعدي اذا الدعوى انه تبين انه من نصب الخلافة من بعده لعمر منه ابو بكر ها ومن هنا علماء الشيعة ماذا يقولون يقولون اذا انتم تقولون ان رسول الله لم يوصي فاذن ابو بكر ماذا ارتكب بدعة عندما ماذا اوصى وان قلتم اوصى اذا فلمن اوصى ها التفتولي اعزائي التفتولي ولهذا اخيرا الوهابية بدأوا يتجهون يقولون نعم نعم اوصى اوصى ولكن اوصى لابي بكر ها لانه وجدوا ان نظرية لم يوصي نظرية غير عقلائية ضعيفة بدأوا يتجهون بنظرية الوصية والخلافة الى ان يقول ثم قال اما اني لا ااسى على شيء الا على ثلاث فعلتهن ووددت اني لم افعلهن هذا الندم في اخر ماذا ولا تحين ندم ومناص ابدا ابدا قال وثلاث وددت اني سألت الى ان يقول فاما الثلاث التي وددت اني لم افعلهن فوددت اني لم اكن كشفت بيت فاطم لانه البيت ستر لعلي وفاطم ستر لهم ستر من كشفه وكيف كشفه بهذه الطريقة هذه الرواية اعزائي قلت لكم اعيد حتى لا يقولوا بكرة تقرأ روايات شنو ضعيفة لا 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 ابدا الرواية كما يقولون هي ضعيفة ولكن مضمونها اين موجود قرأناه في المصنف هس الرواية ما تقول حرق لهم وحرق ولكنه ماذا انتهك الحرم او لم ينتهك انتهك الحرم اه انا المهم عندي الان سواء حرق او لم يحرق بيني وبين الله بمجرد ان يهدد بالحرق الان لو بيت من بيوت المراجع من بيوت العلماء من بيوت المحترمين لهم قيمة في المجتمع بمجرد انه يهدد بالحرق انتهاك له مو انتهاك هذا مورد اعزائي المورد الثاني اعزائي الذهبي في ميزان الاعتدال ابعد ما اقرأ الرواية حتى ما طوي او طيل على الاعزاء الذهبي من اعلامي نهج ابني امية يعني من 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 مدرسة ابن تيمية ميزان الاعتدال للذهبي المتفوفة سبعمية وثمانية واربعين المجلد الثالث صفحة مية وثلاثة وعشرين صفحة مية وعشرين ايضاً لو وددته المورد الثالث اعزائي في مجمع الزوائد للهيثمي المصري في المجلد الخامس صفحة مية وثلاثة وستين ايضاً يشير الى الرواية وددت اني لم اكشف عن بيتي ماذا فاطمة وتركته هذا من المورد الاخر المورد الرابع اعزائي ابن حجر العسقلاني المجلد الخامس صفحة اربعمية واربع وسبعين اذا اعلاموا النهج الاموي الرواية ماذا لم يصححها بعضهم ولكنهم ماذا نقلوها التفتولي جيدا سيدنا وين الخطورة اذا ما حرقوا كان تهديد اقول لا لا انت لكي تعرف ان هذا التهديد لحرق البيت اي انتهاك واي جرم واي شناعة اذا عرفت ان هذا البيت ما هو ها يا بيت لا لا قبل ان يكون بيت فاطمة يا بيت هذا يا بيت هذا التفتولي اعزائي تفسير الطبري تفسير الطبري اعزائي يعد من اهم تفاسير من اهل السنة يعني ابن تيمية لا يثق بتفسير الا بتفسير من الطبري ويقول لا توجد فيها اي رواية موضوعة مكوه كلها روايات معتبرة جيد التفتوا جيدا في المجلد التاسع عشر صفحة مية وثلاثة الرواية عن ابي الحمراء نفس الرواية قال رابطت المدينة سبعة عشر اشهر على عهد النبي قال رأيت النبي اذا طلع الفجر جاء الى باب علي وفاطمة فقال الصلاة الصلاة انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صلى على بكم اذا اعزائي مسألة التهديد بحرق هذا البيت الذي طالما وقف رسول الله على هذا البيت بعد انا اتصور هل توجد الشناعة وجريم اكبر منه اذا بغض النظر رواياتنا تقول انه ماذا اذا افترض احد يقول بابا لم يثبت قول مو مهم هذا المهم ماذا انتهكت حرمة هذا البيت الذي وقف عليه رسول الله لم تنتهك انت